الخبر الأول اللي عدنا عن غيث مروان والتهجم المتابعين عليه بسبب تنزيل لهذا المقطع فبهذا المقطع اللي نزله كان بيه ساهر منذر كانت غيث مروان بالكومنتات اللي تكون له متوقعناك يتسوي وانه ليش يطلع ساهر منذر عندك بالقناة وكو أشخاص شوي هبالغة وصاروا يقولون انت تتدعم الشوات هل يكتبوننا بالكومنتات يا حبايب هل يتشوفون انه فعلا يستحق التهجم مفروض يحذف المقطع خاصة انه النسبة الصغار عنده هواية فكان من الغلط ان يعرض لهم يجي كائنات كتبونا رأيكم بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن أحمد حسن وزينب وافتتاحهم القناتهم الجديدة فأحمد حسن وزينب نزلوا على حسابهم بالإنستغرام هذا الستوري واللي كانوا كاتبين بي قررتها دلعكم أكتر وعملت لكم قناة جديدة ونزلتكم عليها فيديو كمان جديد طبعا القناة بعنوان أبو إيليون اللي حاب انه يشترك بها راح حطوكم رابطها بالوصف راح يشتركوا بيها وطبعا راح يصيروا ننزلوا على هذه القناة بمحتوى جيمينغ والعاب فاكتبونا بالكومنتات يا حبايب هل تشوفون فكرة القناة حلوة وهل أجابكم القناة أو لا الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين نارين بيوتي على موفلوكس وبيسان اسماعيل بسبب تنزيلهم لهذا المقطع فنارين بيوتي ما كانت موجودة به فاتفجرت الكومنتات بالأشخاص اللي يقولوا لأنه نريد نارين بالمقاطع طبعا للمعلومة بس أنه نارين بيوتي حاليا هي سافرت للسويد فما راح تقرر صوره يا موفلوكس لكن الصراحة رغم هذا الشيء واضح الصراحة بيناتهم ما زالك وخلاف هم صحيح رجعوا الفولوهات البعض بحساباتهم الانستغرام ولكن يا حساب ما زال بيناتهم خلاف وحتى بالبداية لما ننزل موفلوكس هذا المقطع مش هلحط برابط قناة شيرين أو نارين ولكن بعدين رجع عليكم اللي يكتبونا بالكومنتاج شروعكم بالخبر وهل تشوفون ما زالك وخلاف بين نارين وبين موفلوكس أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن نارين بيوتي ووصول قناتها للعشر مليون مشترك فإن شاء الله ألف ألف مبروك يا رب فإن الصراحة تستحق هذا الرقم وعقبال ميت مليون يا رب ولا تنسون يا حباي بتباركو لها بالكومنتاج ولكن والله لنها وصلنا لهاية المقطع أتمنى مقطع جاوكم لا تنسوا تحطون لايك وشتركوا بالقناة وشانا يكون في هاتف زي مقارات مملكة القصص وبس مع السلامة